أصدرت السلطات السعودية أمرا ملكيا باعتماد قائمة بالجماعات الإرهابية ضمت جبهة النصرى وحزب الله السعودي والحوثيين والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وجماعة الإخوان المسلمين وجرم الأمر الملكي إصدار فتاوة للقتال في الخارج وجمع التبرعات لجماعات إرهابية والتشكيك في الثوابت الدينية فمن هو حزب الله السعودي؟ كان يحمل اسم حركة الطلائع الرساليين ثم الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية قبل أن يتخذ اسم حزب الله الحجاز وفي خلفية نشوئه أنه بعد ثورة الإسلامية في إيران انتقل علماء شيعة سعوديون من الدراسة في مدينة النجف العراقية إلى قم الإيرانية وأسس هناك تنظيم الحوزة الحجازية سميت فيما بعد تجمع علماء الحجاز وكانوا جميعهم من القطيف والإحساء الشرقية السعودية باستثناء شخص واحد من المدينة المنورة برحيل الإمام الخميني وبعد غزو صدام حسين الكويت تغيرت أوضاع هذا التنظيم وأرسلت له إيران إشارات التهدئة وتجميد النشاطات نتيجة التقارب السعودي الإيراني فتحول الحزب إلى إصدار النشرات والمواقع لكنه عاد ومارس نشاطه بعد حرب الخليج الثانية ودخول الأمريكيين عسكرياً المنطقة وفي الخامس والعشرين من حزيران يونيو عام ستة وتسعين انفجر خزان مملوء بأطنان من مادة التن تي في جوار مركز سكني يقتن فيه عسكريون أمريكيون حيث قتل تسعة عشر جندياً وجرح المئات بما عرف باسم تفجير أبراج الخبر وبينما كانت الاتهامات توجه إلى القاعدة عن هذه العملية سارعت السلطات السعودية إلى القبض على عشرات المنتمين إلى حزب الله الحجاز ووجهت إليهم الاتهام بتنفيذ الهجوم وبينهم جعفر لشويخات الذي اعتقلته دمشق وقدمته هدية إلى الرياض كان أحمد المخسل قائداً للجناح العسكري لهذا الحزب والشيخ عبد الكريم حسين ناصر أميناً عاماً له وهم جميعاً يشكلون تنظيماً سرياً تتهمه السلطات السعودية بتأجيج الاترابات واعتقلت عدداً منهم في الحرب السورية قاتل حزب الله الحجاز إلى جانب النظام وسقط له تسعة قتلى بينهم عدنان القرعون في معارك القصير ترجمة نانسي قنقر